ليه الولاد بيفضلوا ده؟ ليه بيروحوا للخال والخالة والعم والعمة ممكن وما يقولوش لباما وبابا؟ دايماً بيبقى في الأسرة فيه طبعاً كواعد للتربية الأب والأم بيحطوها بصفة عامة الساعات بيحصل ده كيامان كتير جداً في فترة المراهق بيبقى خايف شوي رغم أنه ممكن ما يكونش الأم والأب بيتعاملوا بأسلوب حزم شديد أو بعقاب شديد أو بعنف لقدر الله لكن هي الفكرة أنه هما ساعات كتيرة بيميلوا للطرف التاني ده عشان إيه؟ هما مزبزبين فترة المراهقة دايماً ما تبقاش الشخصية اكتملت بيبقى الشخص الطفل أو الطفلة بتبقى محتاجة يعني عارفها عناصر خارجية تدعم رأي صح؟ طب رأي ماما اللي صح؟ بس أنا مش قادر أتكلم مع ماما ولا قادر أتكلم مع بابا نظراً طبعاً إحنا عندنا يعني إيه؟ بيبقى في طرف ثالث كده حناين شوية أطراف محايدة أطراف محايدة لأ هينسفنا أنا طب ينسحني تلاقيين إيه؟ أخد رأيه أماما كان عندها حق يبقى أنا همشي مع كلام ماما مثلا هو هكذا فتحس أن هما لسه مزبزبين خاصة في فترة المراهقة وهم أطفال طبعاً بيعملوا تصرفات كده غير يعني لا إرادية فبالتالي ما بتقدر يشتاخذي على الأطفال في السن الصغير بالزيت لكن طبعاً مجرد ما بيجبروا فبتبدأ إيه؟ هما إذا نفسهم يشوفوا مين القريب منهم مين الحنين مين اللي بيسمع كلامهم مين اللي هينصفهم وحياناً بيبقى الجد والجد على فكرة ده التدليل طبعاً والحب كله بيبقى الجد والجد عاز من الولد والد الولد بقى لو إحنا بنتكلم على العبارات الشجيرة دول اللي بيبوصل تربية مش عاوز أقول إنه هما ساعات كتير بيقال يوم تدخل سلبي للأسف طبعاً ما فيه شك جيل غير الجيل طبعاً فإذا كنا إحنا مش عارفين إن ربي أولادنا عشان إحنا جيل غير الجيل فما بالك بالفرق ما بين الجد والحفيدة دي حالة وحالة تانية كمان بيبقى التدخل إيه؟ إن أنا بحميهم فاكرين إن الأب والأم لما يقصوا أو يحطوا قواعد للعقاب للسواب هكذا إن هما مش حطين يعني إيه؟ لا تلاقي أطفال يجروا جار يتحموا في تيتا يجروا جار يتحموا في خالتي في خالي وهكذا بحيث إن طبعاً أنا مش هضربك بس الفكرة في أسلوب التدليل الزائد ده مش أسلوب إيجابي بتختلف الولد عن البنت في التقارب للخل؟ أكيد طبعاً يعني تلاقي دايماً البنت ممكن على حسب الحنية الطفل دايماً بيميل للشخص اللي بيحن ليه وبيبقى الطفل حساس جداً للموضوع ده وهم ما شاء الله زوكي جداً يعني كل أولادنا وكل مادة مادة بيبقوا أسكى من الجيل اللي قابله فبالتالي هم بيحسوا السنسور عندهم عالي جداً بيحسوا باللي بياخدهم بالحضن بجد واللي بياخدهم بالحضن إيه عارفها حضن بارد كده فتحس إن هو الطفل ما شاء الله سواء حتى في الأب والأم على فكرة الأب والأم برضو تلاقي أبه ممكن يكون بيحبه أو بيفعل كل حاجة عشانه بس تلاقي المقابلة بتاعته برده فتلاقيه ما شاء الله ما فيش مشاعر الألفة دي فأطفال ما شاء الله عليهم زوكي جداً تلاقي الأم غير كده تلاقي العم غير كده وهكذا يعني أنا مش عاوزة بس أفضل حد على حد لكن إحنا كلنا في المجتمعات الشرقية سواء في المجتمع المصري أو في المجتمع العربي كلنا بنتدخل في التربية أهم حاجة أهم حاجة أن الأسرة تكون حتى القواعد اللي تحمي ولادها من التدخلات دي بمعنى أن أنا أسرة واحدة أن أنا أحط قواعد يعني فيها سواب وعقاب أو فيها حب وقصوة ماشي وتدليل وهكذا بس ما حبش أن أنا أحرج الأولادي قدامهم ما حبش كمان أن أنا كشخص بابا وماما ييجوا أو جدي وجدي جدي الأولادي يعني يحرجني قدامهم لا ما ينتقدش طريقة تربيتي عاوز يقول لي حاجة يقولها لي بعيد عنهم ليه؟ الطفل في الوقت ده بيكون لسا بتكون شخصيته فأنا لما أكون أبني شخصيته يبقى إذن أخذها من مصدرين الأب والأم اللي هم عايشين معي دائما يعني أنا مثلا ما ينفعش أنصره على بابا ومامته ولو بشكل بسيط عشان أسحبه فأعرف أتكلم معاه؟